بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات الأفاضل أهلا وسهلا بكم معكم مبارك جمال في فيديو جديد إن شاء الله في هذا اليوم وفي هذا الفيديو سوف أقوم بشرح الإيميل ماركوتينج إذن إذا كنت مهتم بمجال التسويق بالعمولة أو تسويق منتجات كليك بانك جيفيزو واريور بلاس جميع المنتجات الرقمية فهذا الفيديو خصيصا لك سوف نتعلم وسوف نرى في هذا الفيديو كيف ستشتغل بالتسويق بالباريت الإلكتروني بالشكل التفصيلي وبدقة إذن أنصحك بمشاهدة الفيديو إلى النهاية قبل أن نبدأ في الشرح إذا كنت جديد في قناتي أهلا وسهلا بك هذه القناة مخصصة لمجال التسويق بالعمولة أو الأفليت ماركوتينج اشترك في القناة إذا لم تشترك بعد وفاعل زر الجرس حتى تتوصل بكل ما هو جديد ونستكمل الشرح بعد هذا الفاصل مرحبا بكم مرة أخرى إذن يعتبر الإيميل ماركوتينج أو التسويق بالباريت الإلكتروني العمود الفقري للأرباح في منتجات كليك بانك وجميع المنتجات الرقمية إذن انتبه جيدا أخي الكريم ومختي الكريمة إذا كنت تشتغل في هذا المجال مجال كليك بانك ولا تستعمل البريد الإلكتروني فأنت تسير في الطريق الخطأ وتستنزف أموالك وجهدك ووقتك يعتبر الإيميل ماركوتينج كما قلت السبب الرئيسي وراء تحقيق الأرباح في هذا النش أو في هذا المجال بنسبة تصل إلى 94% من المبيعات لدى كليك بانك إذن هنا في هذا الفيديو سوف أريك جميع الخطوات الضرورية التي ستتبعها والتي بواسطتها إن شاء الله سوف تحقيق نتائج مبهرة في هذا المجال إذن نبدأ على بركة الله بالمحور الأول إذن أول شيء ستقوم به هو أنك ستختار مزود خدمة البريد الإلكتروني أو ما يعرف ببرنامج الإيميلات إذن هنا ستختار برنامج الإيميلات الذي سيناسبك إذن هذا أمر ضروري دعونا نلقي نظرة في السوق لنتعرف على برامج الإيميلات أو المواقع التي تقدم هذه الخدمة إذن نبدأ ببرنامج GetResponse إذن هذا البرنامج يعني الإخوة الذين عندهم خبرة متوسطة أو كبيرة يعرفون هذا البرنامج إذن هنا GetResponse هناك أيضا Aweber كذلك يقدم خدمة برنامج الإيميلات هناك أيضا ConvertKit وأخيرا سنتعرف على برنامج Buildroll والذي أستعمله في عملي أونلاين إذن سوف أقوم هنا بمقارنة بين هذه البرامج البرنامج الذي أنصحكم به هو برنامج Buildroll لأنني أستعمله وأعرف يعني مدى قوته كما أنه يقدم هذه الخدمة بباقات يعني مناسبة جدا لإخوة المبتدئين كما أن لديه انظر هنا باقة مجانية تستطيع استعمال برنامج الإيميلات مع الباقة المجانية إلى أن تصل إلى 100 مشترك إذن 100 مشترك في قوائمك البريدية تستطيع أن ترسلهم مع هذه الباقة المجانية عندهم أيضا باقة 19.90 دولار كذلك 100 مشترك في القوائم البريدية كما تستطيع أن تربط 3 دومينات مع Buildroll إذن انظر هنا باقة الماركتر تعطيك 5000 مشترك في قوائمك البريدية ب29.90 دولار إذن هنا انظر 5000 مشترك لنرى البرامج الأخرى بكم تبيع خدمة برنامج الإيميلات ل5000 مشترك إذن هنا 5000 مشترك مع GetResponse تبيعها ب45 دولار في الشهر إذن هنا في Buildroll بتسعة وعشرون لدى GetResponse ب45 إذن انظر إلى الفرق لنرى إذن 5000 مشترك ب49 دولار في الشهر لدى إذن هنا إذن سنرى 5000 مشترك إذن هذه هي 5000 مشترك انظر ب79 دولار في الشهر إذن باقة Buildroll هي الأرخص من بين كل هذه الباقات كما أنها تقدم لك أشياء أخرى يعني ليس فقط برنامج الإيميلات إذن أشياء أخرى من ضمنها إنشاء الصفحات والمواقع الإلكترونية بالتقنية إذن بدون لغة برمجة أو بدون أكواد تستطيع بناء ما لا نهاية من المواقع الإلكترونية والسيلس فانل إذن هنا ما لا نهاية من المواقع الفرعية أو السب دومينز ما لا نهاية من المواقع ذات عضوية البلوغين أب لإنشاء المدونات سوبر تشيكاوت إذا كنت تريد بيع كورسات أو دوراتك أونلاين Buildroll يقدم هذه الخدمة كذلك ماذا أيضا؟ إذن انظر هنا Unlimited Impressions and Visitors ما لا نهاية من الزوار تستطيع أن تأتي بما لا نهاية من الزوار إلى مواقعك دون أن يقع أي مشكل للموقع أو الصفحة Mobile Page Loading إذن ستظهر صفحتك ومواقعك على الهواتف بشكل سريع النوافذ المنبتقة ACCL يعني رمز الأمان يعني كهذا كذلك متوفر ضمن هذه الباقة إذن هنا Drag and Drop Email Marketing إذن كما تطرقنا إلى هذا إذن أشياء عديدة تقدمها لك يعني هذه الباقة هناك باقة أخرى أيضا مثلا 15 ألف مشترك في قوائمك البريدية بـ 49.9 دولار فقط إذن سنتطرق إلى عفوا إذن سنرى الأشياء الأخرى التي يجب أن تركز عليها نعم إنشاء صفحة هبوط أو Lending Page إذن بعد أن تختار برنامج الميلات الذي يناسبك ستأتي إلى المرحلة الثانية وهي أنك ستنشئ أو ما يسمى بالسيلس فانل إذن هذا أيضا متوفر لدى بيلدرول وسأريكم يعني كيف تتم ذلك إذن كيف يتم ذلك هنا في بيلدرول ستأتي وتنقر على ماي سايتس وستختار هنا العديد من التمبليتات الجاهزة يعني العديد من وانظر هنا تختار أي واحدة تعجبك هنا نختار مثلا هذه التمبليت إذن تنقر هنا وتبدأ التعديل نتظر حتى يتم تحميل الصفحة نعم إذن هنا هنا تكتب النص حول يعني ما تسويق له المنتج الذي تسويق له تكتب هنا العنوان ثم تأتي إلى هنا وتربط هذه يعني هنا يضع الزوار بريدهم الإلكتروني إذن ستربط هذه الصفحة ستربطها مع بردامج الإيميلات إذن سوف يأتي الزائر إلى هنا وسيضع بريده الإلكتروني وسيقوم بلدرول بتسجيل هذا الإيميل الذي سيضعه الزائر هنا سيقوم بتسجيله في قائمة بريدية يعني مخصصة لذلك أنت ستختارها من هنا وستربط يعني جميع الأشخاص الذين يقومون بوضع الإيميلاتهم هنا سيتم حفظ الإيميلات في قائمة مخصصة لذلك ثم بعد ذلك سينتقل إلى صفحة المنتج إذن إذا كنت تريد يعني أن تتعلم هذه الأشياء بالتفصيل عندي كورس مجاني أعطيه للمشتركين معي في بيلدرول إذن سوف آتي إلى ذكر الكورس وعلى ماذا يتضمن وكيف تستطيع الحصول عليه بالمجان إذن سآتي إلى ذكر هذا في نهاية الفيديو إذن سنستكمل الشرح نعم إذن ماذا كذلك يجب عليك أن تبرمج مجموعة من الرسائل يتم إرسالها أطوماتيكيا للمشتركين إذن هذه مسألة مهمة جدا أخي الكريم إذا كنت تسويقه لمثل هذه المنتجات مثل منتجات كليك بانك أو جي فيزو أو واريور بلاس إذن هنا سوف أعطيك أشرح الموجز لهذه الاستراتيجية إذن هنا ستنشئ السيلس فانل أو الانديم بيج أو صفحة الهبوط إذن هذه المرحلة الأولى ستربطها مع برنامج الإيميلات ليتم مسك إيميلات الزور ثم بعد ذلك أنت ستأتي بالترافيك أو الزوار من منصات مختلفة من اليوتيوب مثلا من الفيسبوك من السيو جروبات الفيسبوك المنتديات إلى آخره كلها ستأتي بهم يعني بكل هؤلاء الزور ستأتي بهم إلى هذه الصفحة إذن سيجدون مكان لوضع الإيميلات يعني كهذا سيجدونه هنا سيضعون بريدهم الإلكتروني سيتم تسجيل إيميلهم في قائمة مختصة لذلك ثم بعد ذلك سينتقلوا مباشرة وأوتوماتيكيا إلى صفحة المنتج هنا إذا قاموا بالشراء يعني من أول زيارة وهذا نادر جدا ستربحوا عمولا إذا لم يقوموا بالشراء سوف يتم إرسال لهم مجموعة من الإيميلات مبرمجة يعني خصيصا لذلك ستقوموا ببرمجتها هنا في برنامج بيلترون مثلا أقوم بذلك هنا في الإيميل سيكونس أقوموا ببرمجة العديد من الإيميلات سبعة إيميلات عشرة خمسة عشر يعني ما تشاء وتذهب أوتوماتيكيا إلى الزوار يعني هذا الشيء أيضا كيفية القيم بهذا أيضا متضمنة ضمن الكورس المجاني الذي تطرقت إلى ذكره ثم ماذا أيضا يجب عليك أن تقوم بتكبير قائمتك البريدية إذن تكبير قائمة البريدية يتم عبر اجتهادك في جلب الترافيك يعني كلما أتيت بالترافيك إلى هذه السيلس فانل كلما حصلت على إيميلات أكتر وكلما ارتفعت قائمتك البريدية وبالتالي سترتفع حضودك لتحقيق المبيعات يعني كلما ارتفع عدد المشتركين في قائمتك البريدية سيرتفع حضك في تحقيق الأرباح والمبيعات نعم ثم ماذا أيضا يحرص على نشر محتوى هادف وغني إذن إذا كانت عندك مدونة أو عندك قناة يوتيوب يستمر في نشر محتوى هادف وأرسل هذا المحتوى إلى المشتركين في قائمتك البريدية إذا كانت عندك مثل المدونة كتبت بوست جديد في المدونة أرسل رابطه إلى المشتركين في القائم البريدية عندك قناة على اليوتيوب قمت بتنزيل فيديو جديد أرسل رابط هذا الفيديو إلى المشتركين في قائمك البريدية ما الذي يتولد عن هذا سيتولد عنه بناء الثقة بينك وبين جمهورك وبالتالي بناء البلند العلامة التجارية الخاصة بك وبالتالي تكبير القائمة البريدية ورفع حضوضك لتحقيق المبيعات نعم المسألة الأخيرة اختر منتج قوي للتسويق إذا كنت تشتغل على مجال تخصيص الوزن اذهب إلى ClickBank واختر منتج قوي ومطلوب في تخصيص الوزن إذا كنت تشتغل في مجال آخر كالنجارة مثلا أو تربية الأطفال كذلك اختر منتج قوي للتسويق إذن هذه مسألة مهمة جدا يجب أن لا تختار منتج ضعيف لأن هذا سيخفض نسبة تحقيق الأرباح إذن هذه الطريقة بصفة عامة التي يجب عليك أن تستعملها إذا دخلت إلى مجال تسويق المنتجات الرقمية ولا تستعمل برنامج الإيميلات تأكد أخي الكريم أنك تسير في الطريقة الآل الخطأ ولن تحقق أرقام جيدة وأرقام مهمة بدون برنامج الإيميلات أجزم لك أنه يستحيل أن تحقق أشياء قوية من هذا المجال إذن إذا كنت تريد البدء بطريقة الصحيحة والإحترافية أول شيء ستبدأ به إختار برنامج الإيميلات إذا أعجبك أحد هذه البرامج تستطيع أن تختار أنا شخصيا أستعمل ولا أستطيع أن أنصحك إلا بالشيء الذي استعمله إذا كنت تحب العمل على هذه المنصة سوف أعطيك شيء بالمجان أولهم سأعطيك كورس إحترافي وسأعطيك دعم فني من عندي شخصيا بالمجان يعني هذا كهدية تحفيزية كهدية تحفيزية لك حتى تبدأها في هذا المجال إذا كنت تريد الاشتراك في بيلدرول سأضع لكم رابط التسجيل في وصف الفيديو إذن على ماذا سيحتوي الكورس إذن هذا الذي سنتعرف عليه نعم إذن الكورس على ماذا يحتوي إذن أول شيء ستعرف عليه وستتعلمه في الكورس وكيف تشتري دومين بأقل تكلفة يعني دومين احترافي ضدكم كيف تشتريه يعني بتمن زهيد جدا ستتعلم أيضا مع الكورس كيف تربطه الدومين مع منصة بيلدرول وبالتالي ستشتغل كل صفحاتك ومواقعك بشكل جيد على بيلدرول أيضا ستتعلم كيفية إنشاء موقع أو مدون احترافي على بيلدرول يعني بالتفصيل ومن شاشة الحاسوب كل هذه الأشياء التي ستتعلمها في الكورس كلها تطبيقية 100% من شاشة الحاسوب نعم أيضا كيفية إنشاء لنديم بيج أو سيلس فانل عالية الجودة كذلك من شاشة الحاسوب وبالتفصيل أيضا كيفية إنشاء سيلس فانل يعني كهذا الذي شرحته في هذا الفيديو كورس كليك بنك كيف تستطيع تسويق منتجات كليك بنك وتحقيق المبيعات كيفية إنشاء إيميل احترافي إذن هذه مسألة مهمة كذلك كيف ترسل إيميلات أوتوماتيكيا أو الأوتوريسبوندر هذا الذي تطرقت إليه في الفيديو كذلك شرحته في الكورس كيف تنشئ الليد ماغنيت لماسك الإيميلات الليد ماغنيت هي عبارة عن شيء تقدمه مجانا لجمهورك ممكن أن يكون كتاب رقمي أو PDF مقابل أن تحصل على إيميلات الزوار كيف تعمل الفيسبوك آتز يعني هذا أيضا متضمن ضمن الكورس ثم في الأخير ستحصل على دعم فني مجان للمشتركين إذا وجهتك أي مشكلة أو شيء ما لم تفهمه ضمن أدوات بيلدرول تستطيع التواصل معي وساعدك إن شاء الله في حل كل هذه المشاكل إذن هذا كل ما يتعلق بالكورس المجاني للمشتركين في بيلدرول إذا كنت مهتم أنقر على الرابط في وصف الفيديو واشترك في بيلدرول ثم تواصل معي إن شاء الله للحصول على الكورس إذن هذا كل ما يتعلق بكيفية استعمال الإيميل ماركوتينج في مجال التسويق بالعمولة لا تبخل علينا بالنقر على زر لايك إذا أعجبك هذا الشرح وهذا الفيديو اشترك في القناة إذا لم تشترك بعد إذن هذا كل ما يتعلق بشرحنا لهذا اليوم أراكم إن شاء الله في شروحات أخرى دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته